قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن نبذ العنف واتخاذ الطرق السلمية هو نهج لسياسة دولة فلسطين وأنها منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أكد أبو مازن على أن غياب العدالة هو الذي تسبب في اندلاع العنف بهذه الصورة واجه عباس خلال كلمتي أمام قمة القاهرة للسلام واجه الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته والاستضافته لمؤتمر السلام ولكل الأطراف الداعمة للشعب الفلسطيني كما شدد عباس على رفض الشعب الفلسطيني لمغادرة بلاده وأكد على أن الفلسطينيين لن يرحلوا أبدا من أراضيهم أشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته واستضافته لهذا المؤتمر وأشكر جميع الأطراف المشاركة وكل من يقدم يد العون لشعبنا في هذه الظروف الصعبة والمصيرية أيها السيدات والسادة لن نرحل لن نرحل لن نرحل وسنبقى في أرضنا لن نرحل